أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش منجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن محافظة مطروح لم تكن تحصل على اهتمام من الدولة خلال الأعوام الماضية مشيرا إلى أن المشاريع التنموية التي تتم في المحافظة سيكون لها تأثير كبير على أهلها جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي مع أهل مطروح والسلوم وسيد براني على هامش زيارته لمدينة السلوم بمحافظة مطروح كما أكد الرئيس السيسي أن الحكومة منذ ثمانية أعوام تعمل على امتداد الدولة المصرية ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية وأشار إلى أن الأزمتين التي تعرضت لهما مصر سواء أزمة كرونا أو الحرب الروسية والأثار المترتبة عليهما لم يكن للدولة سبب فيهما مشددا على أن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسهم بعدم الرجد من الدولة وأشهر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن منفز سلوم ساهم في تنشيط حركة التجارة مع الشقيقة ليبيا مضيفا أن الدولة تعمل على إقامة منطقة لوجستية هناك على مساحة 300 فدان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والامتنان لكافة المشاركين في إعداد وصيغة هذه المخرجات كما أكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراساتها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية وأضف الرئيس السيسي أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالش الشكري والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجمود المبدولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات والتي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن كما تمنا عدد من الأحزاب والقوى السياسية لاستجابة الفورية للرئيس السيسي بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني ساد الظلام في جميع أنحاء لبنان بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل في البلاد إثران عدم التغذية عن المرافق الأساسية للدولة وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بدء توقف محططي توليد الكهرباء عن العمل في دير عمار والزهراني وأدى انقطاع الطيار الكهربائية لإصابة المرافق الحكومية بالشلل كما توقف تزويد مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت بالتغذية الكهربائية حيث يعمل حاليا على المولدات الخاصة به حتى نفاذ المزود لديه تعقد اليوم لجنة رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس إكتماعا استثنائيا في العاصمة الغنية أكرة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط التدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وأعلنت المجموعة في حسابها على منصة X بدء تفعيل القوات الاحتياطية لنشر عناصرها في النيجر وكانت القمة الاستثنائية الأخيرة التي عقدها رؤساء دولي وحكومات المجموعة قد أقرت تفعيل القوى الاحتياطية لها وذلك لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن كييف لن تتمكن من استخدام طائرات F-16 أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين وفي تصريحات له قال إهنات إنه من الواضح بالفعل إنه لن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها باستخدام مقاتلات F-16 قريبا مضيفا أن كييف كانت لديها آمال كبيرة في استخدام هذه الطائرة وأن تصبح جزءا من منظومة الدفاع الجوية الأوكرانية رياضيا نأتوج فريق منشستر سيتي بكاس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فريق إشبيليا الإسباني بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربع بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما باليونان حيث تقدم إشبيليا في الدقيقة الخامسة والعشرين عن طريق المهاجم المغربية يوسف لنصيري من ضربة رأسية وعدل أستي نتيجة بالدقيقة الثالثة والستين عن طريق كول بايمير من ضربة رأسية أيضا ترجمة نانسي قنقر